في هذا الفيديو سنحل مثالاً على إيجاد التدور ثلاثي الأبعاد لديكم الدالة المتجهة V وهي دالة لXYZ عنصرها الأول هو XY والثاني CosZ والثالث Z تربيع زائد Y ما هو التدور ثلاثي الأبعاد لهذه الدالة؟ كما قلنا في الفيديو السابق عليكم في البداية ضرب مؤثل دل ضرباً اتجاهياً في الدالة المتجهة التي لديكم يمكنكم الافتراض أن مؤثر دل يحتوي على مؤثيرات المشتقات الجزئية وهي بعبارة أبسط رموز المشتقات الجزئية بالنسبة إلى X وبالنسبة إلى Y وبالنسبة إلى Z وأن هذه الرموز تنتظر أن ترتبط بأحد الدوال بعدها عليكم ضرب هذه الرموز ضرباً اتجاهياً مع عناصر الدالة V التي لديكم هنا لحساب حاصل الضرب الاتجاهي عليكم تكوين محدداً معيناً لمصفوفة من نوع 3 في 3 وكما قلنا يرمز للمحدد بـ D-E-T حسناً الصف الأول يحتوي على متجهات الوحدة K و J و I أما الصف الثاني فيحتوي على مؤثرات المشتقات الجزئية هذا بارشال بارشال X وهذا بارشال بارشال Y ثم بارشال بارشال Z أما الصف الأخير فيحتوي على الدوال التي لديكم وكما قلنا في الفيديو السابق تكتب بنفس الترتيب كما في المتجه أي XY ثم cos 2 ثم زد تربيع زائد Y وهذا هو المحدد الذي عليكم إيجاد قيمته بناء على ما سبق التدور يساوي متجه الوحدة I ضرب محدد المصفوفة الجزئية هذه والتي تساوي المشتقة الجزئية بالنسبة إلى Y لزد تربيع زائد Y بما أن الاشتقاق يتم إجراؤه بالنسبة إلى Y فإن Z سيبقى ثابتاً وعليه فناتج الاشتقاق الجزئي لهذه الدالة هو بعد ذلك عليكم طرح المشتقة الجزئية بالنسبة إلى Z لكوسين Z وهي سالب ساين Z كان هذا الحد الأول من المعادلة أما الآن عليكم طرح متجه الوحدة J مضروباً في محدد المصفوفة الجزئية التي لا تحتوي على العناصر بنفس الصف أو عامود J أي العامود الأول بدون I والعامود الأخير بدون K أولاً عليكم أخذ المشتقة الجزئية بالنسبة إلى X لزد تربيع زائد Y كما تلاحظون لا تحتوي الدالة على المتغير X وعليه فقيمة المشتقة هي 0 لأن مشتقة الثابت تساوي 0 بعد ذلك عليكم أخذ المشتقة الجزئية بالنسبة إلى Z لكس Y وبالمثل فالمشتقة تساوي 0 لعدم وجود المتغير Z فيها أخيراً لديكم العنصر K مضروباً في محدد المصفوفة الجزئية هذه عليكم أخذ المشتقة الجزئية بالنسبة إلى X لكوسين Z وكما هو واضح ستكون النتيجة هي 0 نظراً لعدم وجود المتغير X في الدالة بعد ذلك عليكم طرح المشتقة الجزئية بالنسبة إلى Y لXY لاحظوا أن X تعتبر ثابتاً في هذه الحالة أما Y فهي متغير وعليه فقيمة المشتقة تساوي X وبناء على ذلك لو حاولتم تبسيط المسألة أكثر لحصلتم على curl V كدالة لXYZ يساوي العنصر الأول وهو العنصر I والذي يساوي 1 ناقص سالب ساين Z ويساوي 1 زائد ساين Z والعنصر الثاني هو عنصر J والذي يساوي 0 وفي النهاية العنصر K ويساوي سالب X وهذه هي قيمة التدور ثلاث الأبعاد للدالة التي لديكم انتهى الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر